وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوري على إنشاء المركز الدولي للهايدروجين الأغدر كما وافق رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع المجلس الوطني للهايدروجين الأغدر على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهايدروجين بمبلغ 270 مليون يورو وأكد الموافقة على عقد ورشة عمل للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي ودعوة مختلف الجهات المعنية بملف الهايدروجين الأغدر لحضور هذه الورشة وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالدراسات المتعلقة بتخصيص عدد من قطع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهايدروجين الأغدر وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين في هذا القطع الحيوي